نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشري على التوالي كشف التقرير أن ترتيب نسبة انتشار الشائعات خلال العام الماضي بلغت 18.8% وهي النسبة الأعلى على مدى السنوات العشر الماضية وأظهر تقرير ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023 وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً فضلاً عن شائعة اعتزام الحكومة بتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة واعتزام الحكومة بإلغاء العلاج على نفقة الدولة هذا وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023 مشيراً إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة نتيجة الأزمات العالمية